أنت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أن الجيش قدم في اجتماع مجلس الحرب خطة لإخلاء الفلسطينيين من مناطق القتال في قطاع غزة من جانبها أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لخطة إجلاء المدنيين في قطاع غزة معتبرة أنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطينية مؤكدا أن استمرار العدوان ومحاولات التهجير في غزة والضفة الغربية ستدمر المنطقة بأسرها